التعبير ابن الإنسان أتى في الأنجيل 81 مرة وكل هذه المرات ما حدا قاله للمسيح أنت في مطرح واحد بعمل الرسل قال سيفانوس أنه يرى ابن الإنسان مرة وحدة حدا ناداه ابن الإنسان لكن 81 مرة في الأربع أنجيل المسيح قال عن نفسه يا ابن الإنسان المسيح لم يستعمل أي صفة أو نبوة أو اسم عن نفسه بقدر ما استعمل ابن الإنسان هذه التسمية الأقرب التي أراد أن يصف نفسه بها وأرادنا أن نعرفه بها ابن الإنسان ابن الإنسان فماذا قصد المسيح لما قال أنه ابن الإنسان هذا ما سنتأمل به اليوم طبعا وهذا يعني واضح جدا من تعبير المسيح إذا رئيس الكهنة شق ثيابه بعد سماع هذه الكلمة فإذن أكيد ابن الإنسان بتحمل في طياتها معاني كتير وهنا حابين يعني نفصلها شوية أكتر بعد إذنك أسيس نيكولا بكل سموك أنه يعني حتى نعرف التعبير ابن الإنسان فعلا كتير ناس متفكر ابن الإنسان فقط تظهر إنسانية المسيح تفضل تماما بالحقيقة بالعاد الأديم ذكر ابن الإنسان تعبير ابن الإنسان مئة وسبع مرات تلاتة وتسعين منهم في حزقيال عن حزقيال في صفر عن حزقيال يا ابن آدم يا ابن آدم بن آدم ابن آدم يا ابن آدم بمعنى يا إنسان حتى نحن اليوم نقول لك يا ابن آدم أو يا آدم أو بني آدم أي البشر لكن لم تستخدم بنفس طريقة عن المسيح هو لم يكن ابن إنسان ابن آدم بل هو ابن الإنسان وكأنه نحن في وقت منقول ما أعرف إذا فيه بالعربي تشبيه مشاهد بالإنجليزي مثلا ابني حفيري بيعمل شيء بقول هذا الرجل هذا الرجل بتاعي أيوة القدع القدع تماما هذا مش رجل هذا الرجل هذا مش ابن إنسان هذا هو ابن الإنسان وكأنه الله أراد للإنسان أن يعيش ويكون في حال معينة كمخلوق على صورة الله التي كسرها الإنسان ودمرها في حياته بالفعل الخطيئة لكن المسيح وكان الله أقول هذا هو ابن الإنسان هكذا كنت أريد أن تكون وما يكون الناس عليه بشكل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر